لم يمضي أسبوع واحد على تحذير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العبث بأمن السعودية أو الاعتداء على سيادتها ويوم واحد على زيارته لمدينة عسير الحدودية مع اليمن إلا أن الصواريخ الحوثية حاولت اختراق الأمن القومي للسعودية غير آبهة بتحذيرها الذي تزامن مع الاحتفاء بيومها الوطني ففي فجر اليوم الأخير من الشهر المنصرم أحبطت الرياض محاولة قامت بها ميليشيا الحوثي في استهداف جيزان وافدت وكالة الأنباء السعودية واس بأن القوات البحرية رصدت زورقين مفخخين باتجاه ميناء جيزان وأكدت الوكالة تدمير الزورقين وفقا لتصريح المتحدث باسم قوات التحالف ترك المالكي الذي أوضح أن الهجوم الحوثي تسبب بأضرار مادية طفيفة كانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد أعلنت أكثر من مرة اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي على أماكن سيادية في المملكة في الوقت الذي قالت فيه الميليشيا بأنها قصفت عدة مطارات سعودية منها مطار الملك خالد الدولي خلال هذا العام استمرار إطلاق الصواريخ الحوثية وضع الرياضة أمام تساؤلات مقلقة عن عدم قدرتها على تدمير الترسانة الصاروخية لميليشيا الحوثي ولماذا لم تستطع منع إيران من تزويدها بأنظمة تطوير الصواريخ رغم حصارها لليمن منذ سنوات لكن منتقدين لأداء التحالف لا يزالون يرون أن سياسة السعودية في اليمن تعود بنتائج سلبية على أمنها القومي طالما ظلت تتعمد إضعاف الشرعية وتأخير حسم المعركة مع الانقلاب